أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجلس بني مرحبا مرحبا بكم في عدد جديد من حيثتكم ولادنا تحت جنحنا ولادكم هما ولادنا وراهم تحت جنحنا هذه الحصة تساعدكم الأولياء في التعامل مع حالات معينة معنا أخي سائيين في شدة المجالات يعطونا بعض التوضيحات ليساعدكم أنتما باشتربيوا ولدكم وتعتنيوا بهم لأنهم جيل للغد كين موضوع مهم هو موضوع الدلل يعني الأطفال اللي مدلين زيادة عن اللزوم شوية الوالدين تحهم اللي ميرفضونهم حتى طلب ماذا بينا اليوم مع أخي سائيين نتكلموا معهم ونوضح لكم بعض النقاط وين هذا الدلل هذا ممكن أنه يضر هذا الطفل هذا إذن راح يرفقني اليوم الأستاذة تفاحي هنية أخي سائية في علم النفس مرحبا بك أستاذة مرحبا بك شرفتينها 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 وكذلك يرفقني سيد لابري نوردين مرحبا بيك مرحبا بيك سينوردين مرحبا بيك تفضل 39 سنة في سلك التعليم مرحبا بيك ومرحبا بيك وفي كل مرة نجيبوا ولي أمر ولا عم ولا خال ولا اللي عاش هاد الوضع هادا اللي نتكلموا عليه اليوم معانا زيتوني هواري مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك هواري شكرا 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 تفضل 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 ونستضي فوق كذلك طفلة الدير واجباتها المدرسية فوق هذا المكتب الجميل ريمة تعالي بنتي مشركي لبس لبس بنتي حال في عمرك عشر سنة وقت وشم سنة الدرسي سنة خامسة شكرا انتيا بكريا برافو بنتي روحي لهدك المكتب وديري الواجبات المدرسيين تاعك بشتنجحين شاء الله يالا تفضلي بنتي ونتم كذلك يعتفال ديرو كيماريمة لازم يديلو الواجبات المدرسية تعكم بانتظام بشتنجحو مرحبا بكم مرحبا بكم في عدد جديد من حسدكم ولدنا تحت جنحنا اليوم موضوع الدلل موضوع الدلل نظر باللي ما كانش انسان ما عاش هاد الوضع هاد ولكن اليوم رانه هنا باش نتكلمه مع الاولياء وين راه الدلل المفيد ما نقولش المفيد يعني الدلل لي ما يضرش الدلل لي ما يضرش ووقتاش هاد الدلل هاد ممكن يعني يضر ولادهم يعني ادي بهم الى وضعياء لا يحمدوا عقبه كما يقولوا هاد الدلل لي لا يحمد عقبه ماذا بيان نبدأ بك انسانية كيفاش تشوفي الدلل في الوسط الاجتماعي الجزائري يعني هل ترى العائلة الجزائرية تدلل ولدها بزاف ولا مشي بزاف ولا كين اللي بزاف وكين اللي غير شوية كيفاش تشوفيه في الوسط الاجتماعي السلام عليكم اشهرك استد يزيد على هذه الاستضافة والله يعني موضوع الدلل هو موضوع شائع ونعرفوه كامل كما قلت ما كاش لي ما جازش على هذه الفترة على هاد المرحلة المعينة وفعلا يعني الدلل لما يكون في حدود المعقول هو ممتع ما يضرش يعني لا ما يضرش لانو ما كاش لي ما يحبش يكون قاتي سوختوش اللي باغم بضر نبدأو بيهم دايما الانطلاقة تكون منو ولكن نتكلم عن مضاعفات الدلل الى غير ذلك بعد ما يولي حالة سلوكية غير مكتسبة في المجتمع مثلا واحد اللي يكون مدلل لدرجة انو يضر الاختاعو ولا زميلو في المدرسة ولا صديقو في العمل يعني احنا نكين ديرو بين قوسا الدلل هو شعور طفولي ونقول له في علم النفس هو عبارة عن نوكوس غيغيسيون المرحلة طفلية صغيرة يعني دي عندودو الدلل هو كبير ما نعتبروهش دلل بضر 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 يعني دلل موجه للأطفال يعني إذا قعد فالا كبر به رح يؤدي الى اشياء اخرى الى انحرافات الى اشياء اخرى بضر 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 انا كنا قدمنا حصى على النشاط المفرط ولما تكلمنا عرفنا بالليه ممكن انو الدلل قادر يؤدي الى النشاط المفرط اللي هو الى هذك لما تكلمنا تمات مجهتنا الفكرة باش نتكلموا على الدلل اللي انا من بعد عرفنا بلمضاعفات الدلل هي قادرة تكون حاجة حاجة كبيرة يعني حاجة مضرة حاجة مضرة استاد لابري مدبيا تكلم لي في المنظومات التربوية 39 سنة يجوكم اطفال من كل شرائح يعني من كل شرائح واحد مدلل في دارهم واحد جدوا مدللوا واحد انا ما كش لي هدر معايا واحد انا بابا ما يقول ليش هكذا واحد انا يمو ما تزقيش عليا واحد يعني بعض الابراتيك السلوكيات اللي انتو ما تواجهوها مباشرة يعني كيفاش تتعاملوا معاها يلترى وش هو الدور المعلم والمربي في هذا الباب هذا شكرا سيزيد بارك الله فيك هذا الموضوع كذلك موضوع الدلل شائع في المدرسة بصفة عامة شوؤون عندنا او خاصتك في الاطوار الاولى يعني نعم نعم هو يحدث كما قالت الاستاذة في الاطوار الاولى من تطور شخصية الطفل وتكوينه الى غالية يعني شائعة ما ببالك في الاطوار الثاني ولا تسيبونك قليل لا كل ما يكبر الطفل كل ما ينقص هذا الدلل حتى الاولياء يعني يدللون الصغير اكتر مما يدللون عبدو المزوزي دايمة ما يدللون الكبير دايمة 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 ولكن هل تحسوا في النتائج المدرسية لما يكون الطفل مدلل اكتر من لازم تحس مثلا الطفل اللي مش مدلل بزاف هل الدلل هذا نعم 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 يقدر يؤدي الى النقص في النتائج التراجع في النتائج المدرسية غالبا اقول غالبا ما النطفل المدلل يكون متأخر قليلا على كل حال خطرش تأخر ذا متساود يعني هو اصلا تسيبوه ما يحبش صعوبات نعم لانو والدهم سهللوا كل جهة مبارك الله وفيك يعني هو معول ومتكع على الولد الذين يوفرون له كل ما يريد بضل 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 وانا حبيت نقول كلمة لما يتسادف صعوبة يقولك انا صعوبة هذا مش موالف مش موالف ميتحررش بضل انا نشوف ان هناك فرق فرق ما بين في التدلول عندما الاولياء يدلوا لدهم فانهم يخطئون هو دلل شي طبيعي ولازم ولكن دلل المفرد هذك اللي يخافونه نعم الدلل المفرد يظن الاولياء يظن بعض الاولياء على كل حال انه لما يوفر حاجيات الطفل اللازمة يوفرها لك يعني حتى في بعض الرفاهية يعني هذه حاجة حاجة مليحة بالنسبة لي حاجة مليحة حاجة مليحة ولكن حتى في العقاب يعني مش خلينا من رفاهية وكامل حتى في العقاب لما الطفل انتاعك انتا ما تعاقبوش لا يعقب يعني ما تزجيش عليهم بعد يدخل في اطار منظم اللي هو المدرسة وكامل رح يتفاجأ اول مرة مثلا اول مرة راح المعلمي يعقبو لا بلك راح يبكي ولا راح تقع له الصدمة نعم يصاب بالصدمة يعني ممكن بيع بعبارة اخرى الدليل هو النزول الى رغبة الطفل مهما كانت اعطاء الحرية التامة وعدم التدخل في اقافه وجعله حد لبعض تصرفاته هذا هو الدلل عموما بضب حينها الطفل يعيش بهذا العادة بهذا التعود يتعود على هذه السلوكات على هذه الحالة ثم يأتي الى المدرسة فيأتي بها بطبيعة الحال وتجده اقل اجتماعيا او اجتماعية من الاخرين فلا يندمجه مع الفوج مع الجماعة التربوية للتلاميذ بسهولة فتجده يشتكي دائما من اي تصرف هو لو كان بسيط جدا يعني زميله في القسم يمس فقط هكذا فيثور ولا يقبل ذلك وهذا يحدث كثيرا في المدارس واحنا لحظوها خاصة عندما يكون عند الاسرة اللي عندها الطفل واحد يكون التدلول اكثر طفل واحد يعني يحبوا يوفروا له كل شيء لكن الاولياء احيانا حتى عندما طفل يكبر يوصل حتى لسن المراهقة يواصلون في تدليله وهنا يصبح خطر كبير هذا خطر كبير هنا يصبح خطر كبير خاصة تنفاش في التوفير كل اللوازيم اللي يحتاجها ويزيد حتى فيما يخص النقود فيما يخص المال يعني كي يوفروا له كل شيء ومن بعد يكبر ولازم له يسيب هذوك النقود لموالفين يوفروا له نعم بارك روشك اذا يطلب اي مبلغ فتجيد الاولياء ينزلون الى رغبته ويوفرون له ذلك انا دايما الحكاية التعريفة نذكرها هذك الرجل اللي ولده كبر ويما هم ذلته يعني هو بالمراهات الام هي هي الاكثر يعني تدليل بابه قالوا لازم تخدم بابه قالوا لازم تخدم يا ولادي وهذاك عمر وما خدم يمه 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 ولدي ولدي عندها ولد واحد قالوا يزين انت روح تخدم هذك الطفل تعزم قاع يحتروا معي يمه يمه كيفش نخدم وانا ما موالفش نخدم وكمال قد قلت له روح يا ولدي كيتنو تصباح لنعطيك مصير فا روح الدور والعشية كي يجي وريها البابه قالوا هذي الخدمة ديالي يروح كيما كالحال عطت له يمه يروح يدور يرجع العشية يقولوا باباني خدمت يقولوا اعطيه لي واش خدمت يحكم هذك النقود يحكمها بابا يرميها بالتاقة هكذا الطفل يسكت بابهم يقولوا ولو كيما كالحال تكرر الوضع وحد النهار يمه كانت غايبة يمه كانت غايبة عندها طرف عندها ذرف طارع راح خدم قال انا ما ما صبت عليها وين بابا ذو كي يغضب قال حخدم هذك النقود يعني مدة ايام وبابا يرمي في هذو كالنقود وما يهدرش النهار اللي خدم قالوا خدمت اليوم قالوا ايهني خدمت يا بابا قالوا اعطي لي هذو كالنقود حكم هذو كالنقود جي يرميهم التاقة قالوا حبس 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 قالوا مطلع قالوا ياوليدي هذو مبرك اللي تعبت عليهم يعني هذه يعني بس تشوف حتى الحكاية الطريفة يعني من المجتمع عندها معنى عندها معنى كبير يعني احنا عايشينها في الجزائر كاين ماقولش اطفال كاين مراهقين وكامل عايش يعني بالنسبة له الام انتعوه والدين يوفروا له كل شيء ولكن ينسى حاجة انه لما يتجوز واحد وعشرين واثنين وعشرين وعشرين سنة لازم يتكري على نفسه هذو المشكلة دوك احنا كاولياء واش درنا لولدنا باش سلحناهم باش يواجهوا هاد الحياة والحياة قاسية لماذا لان الحياة فيها صعوبات العمل ما واش سهل وكامل ماذا بيه واستاذا هاد الاولياء هادو اللي الام تسيبها تخبي على الطفل يدير حويج ما تقولش الباباها هادوه الذلل يعني هادوه الخطير بالنسبة لها هادوه هادوه هاد النقطة اللي ماذا بيهنا تكلموا فيها نعم كاين امهات اللي سواء مع البنات او مع الضكور يعني باركزامل بتخبي على الابتحهم هي من الباب بتاحها كي تخبيه تقولك باش نقص المشاكل ولكن ما يش ظنا بلي راهي تتكون مشاكل من جانب اخر لانه وعلاش لما يكون المشكل لما يقسموا اللي يتقاسمه الاب والام يكون اخف شوية باركزامل كاين امهات اللي تخبي على اولادها باركزامل اللي او رح يصهر في الليل مدلاته وتزيدله دام يصهر في الليل ولا يتكيف سجائر ولا اي حاجة يعني ممكن وكان قسمة هاد الافة هدي مع الوالد بلكن ممكن يلحق ولده هو ما زال صغير يعني بعد هو كي يكتشف ولده عنده عنده مشكل يكون متأخر ويكون كبير خلاص هنا ندخلو في الدور هنا وراه دور الاب وراه دور الام معليش نقوله الام دللي ولكن كل واحد يأخذ حدوده انا ام في حدود المنطق باركزامل احنا مع ازواجنا اولا باركزامل اطفال يطلبوا منه اشياء كاين اشياء نقوله لا لا هديك الاب تاعك لي ديرها ماشي انا وكاين لي لا لا يقول لك انا امه هي اللي تقول لي دير كلش بذل شو هي اللي توفر هالا لازم اللي تريتي بارون طالب المجتمع الجزائري المجتمع الجزائري هو يبن بان الراجل هو له في مرتبة السلطة والقوة ولكن لو كانت تعمقه جيدا نلقوا ان الام هي اللي تحكم يعني هنا لعب الادوار اختلافة دو كل طفل تكون المثالية تعوشكون سيليديال سيلا ماما يعني والام تمشي بالعاطفة عموره ما حيفكر كراجل وكسلطة وكموضوعية بالضبط 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 هواري زيتوني اليوم ارك معانا لانك انتعم ما دبينا تقسمنا التجربة ولا دخوك كيفاش كيفاش كان مفششهم وهل ترى هاد الدلال هادا ضرهم في الدراسة انتحهم ولما ضرهم شو ولا وكيد خلوا يقرأوا هل حسوا باللي هاد الفشوش هاد الدلال هادا اثر عليهم ولا الله تفضل السلام عليكم نشكرك أستاذ يازيد على هاد الدعوة في هاد الحصة الرائعة تا ولادنا تحت جناحنا الله يخليك مع هاد الاساتيدة الرائعين الله يخليك وانا الحقيقة تجربة نتاعي مع ولادها خيام صحة الدلال ما ضرهمش في الدراسة بزاف بس كيف كانوا مدللين بزاف نعم من الوالدين بارك ولا حتى الجد والجدة كل شي الحق كامل نعم كل شي ولكن دلل هذا الدلل تاع وليدي ونحبك وكذا ولا هذا الدلال تاع يدير وش يحب هذا هو الفرق الدلل تاع وليدي ونحبك وكذا هذا ما يضرش أنا ما أعلم أنظن ولكن الدلل تاع الطفل تسيبه ويدير وش يحب حتى يوصل حتى للنشاط المفرط حتى للإبارات العامية لأنه ولف يدير وش يحب انا كنا اقربنا وصلوا لدك الشيء دكت داركت والوضع داركنا الوضع ولكن مقبل في دك الدلال وجهنا بعض المشاكين صحة في الدراسة ما اضطرش عليهم الدلال ولكن في الدار والله انا عمو كبير قلوا جيب لي ديك الحاجة قل لي لا ما نشيبش يعني يفرض شخصيا تعوي كامل وبنسبة لي هفهم ما تقدش تتعامل ما يخدش الرأي كي يكون الدلال ها كمفورت ما تقدش تتعامل مع هاد الأطفال يجي التعامل صعيب صعيب كتير يقول له ما يسمع وبعدك ما يسمع لكش انت وش كنت تدير هل كنت تقول لوالديه ولا تعاقبوا وحدك ولا كي بش كنت تدير في المواقف الأولى كنت نقول لوالديه والديه ما كانوش يدوها بزاف ما داروالو قال لك ما حبش يا هدروا معه قال احتارم عمك كده بس طح كان سيطرطة كان دي جاد دلال كان دي جاد دلال وبرولوي هذي كي الحياة يعني ببرولوي هذي كي الحياة لهذا وجهنا بعض صعوبات كتير يعني يقول لي ما يحتارم شي يقول لي الحاجة اللي يجي في راسه يديرها يحوي شي فيها يعني يقول لك حدا تكون كبير لو تكون صغير تقول له رح يجيب لي هذي ولا دير هذي يقول لك الله نورمال يعني ما ي وهل من بعد لما دخلوا يقراوا بس كي تغير الوضع بس كي الطفل لما يدخل للمدرسة من المفروض احنا نتدر منه انه يتغير الوضع لماذا؟ لأنه يفاصل يعني هذك النظام هذك المؤسسة المدرسية يعرف بلي كي النظام لازم يمشي فيه تغير الوضع شوية تغير شوية تغير وقعدوا هكذا كمدلين من بعد كيفش تعاملتوا معهم يعني وفي الدراسة انتحهم ما كان حتى مشكلة وحنا المشكلة اللي صادفناه انها ونشكرك بعدها على هذي الحصة الرائعة جدا أنا ما كانش حصاس كما هذي اللي توعي للآباء أنا نشكره بدوري لأنه بارك الله في عنده الحق لابد الأولياء يحليل أنا أقوله يحليل نعم الكبدة كما قلت بقبير اللي عندهم ولد واحد هذه أكثر مع أنه وش تجربة في التربية عندهم ولد واحد هذا كله ولاني يقولك هذه الحياة يعني هكذا تفضل نعم ولكنهم يجهلون الأولياء يجهلون كيفية تربية الأولاد ففي هذا النقطة هذه اللي نتكلم عنها التدلول فأحيانا يروحوا للإفراط الإفراط إذا زاد الشيء ونحده بارك الله فيه يعني الإفراط في كل شيء مع الطفل ولكن كاين هناك العكس اللي هو التفريط يسمح في الطفل ويخليه يكبر هكذا أو يكبره لا هذا ولا ذاك ينفع في التربية خير الأمور أوسطه نعم خير الأمور أوسطه الوسطية في التربية سواء في الأسرة في العائلة أو حتى في المدرسة في المدرسة أنت قلت في حصة من الحصص قلت واحدة مثل يدون من حديد في قفاز من قطيفة من حرير نعم لازم الطفل لازم له الحنان وفي حاجة إلى الحنان نعطيه الحنان إذا استطعنا أن نوفر له أمور العيش الرفاهية نعم نوفر لأبنائنا ولكن لابد عليه أن يعرف حدوده بأن هناك حدود هناك خطوط حمراء لا يسمح أبداً للطفل أن يتجوزها فيما شفنا ناس المستوى المعيشية متقدم يعني رفيع ولكن ولدهم ربيين نعم يعرفون كيف يربون أبنائهم بالضبط يوفروا لما يوفروا يديه للعطلة ويخرجوا حتى للخارج ويقولوا هذا راكت جهة الدراسة ولكن أثناء الدراسة لا يتبعوا يقولوا يغني ما فيش النزها ما فيش يعني مستوى المعيشية ما هوش يعني ما هوش معشير لا أبداً هذا هو اللي حبيتنا شكراً شكراً أكد ما خالح أستاذا كل ما جاء على الأولياء وكامل إحنا ما دابنا نعطوهم بعض النصائح للأولياء كيفش يتعملوا في عجلة في معهد الوضع هذا باش ينقدوا ولدهم لأننا نقول باللي لازم ينقدوا ولدهم من هذا الظلل لأنه ممكن يكون مذر 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 شداً يدي حتى إلى شفنا حالات مرضية يعني نعم نعم والله إحنا من بين نصائح نقدروا نقدموها لهم كما يقول لك أن نعطي لكل شيء حقه لازم يعرفوا بلي كين حدود الدلل هي حالة ما كاش لي ما يحبش يتدلل هضرنا فقط عن الدلل على الأطفال كين اللي كبار ويدلوا بحاجة إلى ذلك لأنها نقطة إيجابية تزيد تعزز في حياتهم ولكن ناخدوها دائماً من الناحية الإيجابية ولي عنده الدلل لازم يعرفوا بأن هذا الطفل رح تكون عنده صعوبة في إقامة علاقات اجتماعية هذا الطفل كي كبار تكون عنده صعوبة في علاقته مع زوجته في البيت وكيفاش هو مدلل ورح يجيب أطفال ورح يزيد يعود يكرر نفس الحالة ونفس المرحلة اللي عاشها هو يعني حتى الإنسان إنسان لما يكون مدلل زياد على اللازم كما يقولوا مثلاً يولف دائماً الحاجة اللي حبها يعطوها له فعلاً ومن بعد كي كبر كي كبر إذا كبر بهذه الأفة هذي اللي نسميها يحب حاجة ما يعطوها لشوش يدير رح يروح للسرقاء رح يروح لأنا اعتداءات العنف كي يكون مدلل ومبعد يقول لي أب ومبعد ما يحنش على أولاده لأنه هو أول في يديه هو كل الشغل وولاده مرة عمره ما حين يسبخوه سازق دائماً يحب المكانة تعود دائماً تقعد هي الأولى هنا احنا ننصحوا هذه الأولية وقول لهم كل حاجة عندها حقها عندنا حدود لازم نفصلوا بين الأطفال ولازم لي كبير كبير ولي صغير صغير والأب مكانته والأم مكانتها والجد عندها مكانتهم يعني لازم يعني الجد والجدة الجد والجدة معروفين بهذا الشيء معروفين نقوله الجد والجدة ولكن أحياناً الجد والجدة نلقاه عندهم حويج بزاف لازم نحن نضيوها من عندهم لخطر تعدك بقى أحياناً نشوف الدلال عند الناس اللي ممكن كانت عندهم صعوبة في المعيشة مثلاً تقول لك أنا نوفر لولادي بسكو أنا مكلي أنا مدرج شغل كين حاجات ولكن كين نشوفوها بس أخذتها من الناحية السربي يقول لك زباناً ما توفرت ليش قولك أنا تحرمت ولدي ما يتحرموش مدبياً نديرهم كلش أنا نقوله نديروا كلش ولكن بحدود باش نفكروا بالولدين نقولوا لازم نشاركوا في الحوار اليوم راني قدرت ممكن يجي نهار ما تلقاش نو يعني ذلل كنا تكلمنا في حلقات فاتت مثلاً والدك يكون ذللت تديه لمدرسة في الدقور المدرسية في الطور الأول ما يحبش يروح يقرأ مدرم تلكم تذلو ولدك كي يكون مذلل وما تقدرش توفر له شيء من بعد قدر يتعزم قدر يروح إلى أزمة أزمة أخرى يعني أزمة تربوية أزمة تربوية نحن في مراحل نمو الطفل دايماً كنا نتكلموا الأزمات يعني نحاولوا الطفل هذا ما يتعرقش إلى الصدمات لأن الطفل لما تولفل وتعطيل وتعطيل وتعطيلهم بعد تقولوا لا لا ما كانش هناك تكون صدمة تكون صدمة ولكن كل الصدمة والحدة انتحها والقوة انتحها أنا نقول لازم يكون توازن توازن في العلاقات بين الأب والأم بين الجد والجدة أنا نشفى كلنا صغار أنا مثلاً الجدي هو اللي كان مدللي أكثر منهم كامل ولكن الأب كان يوازن ما لهيك أبي يوازن الأم توازن الجدة توازن كل واحد عنده تدور انتاعه هذا هو الشيء اللي لازم نوضحوه للناس أنه الدلل المفرط هذا قادر يدي إلى عواقب وخيمة وخيمة تدلي بيراكتيفيتات تدلي السارقة تدلي الرصوب المدرسي تدلي يعني لعواقب لا يحمدوا عقبها إن شاء الله تكونوا استفدتم معنا في هذه الحلقة الخاصة بالدلل إذن ما تدلوش أولادكم بزاد حبوهم أعطوهم الحب والحنان ولكن لأنه الطفل المدلل ممكن هذا الدلل هذا يشكله عائق في حياته المستقبلية إذن تقدروا تتابعونا على موقع الإنترنت ولدنا تحتجناحنا بوان كوم ولصفحة الفيسبوك ولدنا تحتجناحنا استنونا في حلقة مقبلة في الأسبوع المقبل سلام من حقنا لدرس نتعلم حتى ننجح نبدو مجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدا نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجال حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحما لا مقهولة ولا مدلولة فلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجهة